قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدم الدكتورة باسمة السمان حلقة جديدة ومتميزة بعنوان دور المرأة في قصة الميلاد حيث صدف البرنامج الناشطة الاجتماعية السيدة ميري حتر التي أكدت أن المرأة هي شركة الله في رعاية الخلق وأن العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة تكاملية وتشاركية مبنية على المحبة والثقة والاحترام فإلى هناك حلقتنا اليوم عن المرأة في قصة الميلاد كنا نتحدث وإحنا خارج الهوى عن المرأة كمفهوم عام للمرأة كيف تشوه هذا المفهوم وكيف نسب هذا التشوه من الكتاب المقدس فيه كثير من الآيات الإنجيل الكتاب المقدس في بعض المفردات أو بعض الآيات ناس عم تأخذ فكرة أنه هي شوي مشحفة بحق المرأة وأنها عم تعمل لها منزلة دونية عن منزلة الرجل وخص الرجل بمنزلة أكبر من منزلة المرأة ولكن الأباء القديسين وأباء الكهنة المطلعين طبعا ضد هذا الفكر فيه التمييز ما بين المكانة المرأة الكتاب المقدس وكيف أرادها الله وما بين نظرة المجتمع للمرأة النظرة الدونية أنها هي أقل منزلة أو منزلة أخرى عن الرجل عم بتشوفي هذا اللغط ما بين نظرة المجتمع ونظرة الكنيسة؟ أولا اسمحيلي دكتورة أحيي كل النساء أحيي كل الأمهات يعني كل نساء الوطن كل النساء اللي هم يعني أنا أعتبر المرأة هي شريكة الله المجلة اسمه في عملية الخلق فلو لم تكن المرأة لما كانت جنس البشري للأصل فسبحانه وتعالى عندما اختار المرأة يعني حتى يعني في قول أذكره أنه الله المجلة اسمه عندما خلق العالم شاف أنه تمنى أن تكون له أم لما في الأمومة من عظمة لما فيها من رسالة فالأم هي يعني كما حكينا أنه شريكة الله في الخلق فهذه اللي تحمل أسرار الوجود البشري التي تحمل المحبة يعني أحيانا يقولون المرأة كان ضعيف لا هي قوتها اللي منحتها هذا السر يعني لو كانت يعني ما تمر به المرأة من الحمل والولادة والمخاب والتحديات وداخل الأسرة والتربية هذا يحتاج إلى طابور من النساء أو الرجال حتى أنهم يقوموا بهذا الدور فكيف نقول المرأة هي مركز ضعف طبعا أنت مثل ما ذكرتي عندنا متابعين من أستراليا وعندنا متابعين من ليبيا ومن الدول العربية المختلفة برسلوا تحياتهم وأيضا إشادتهم في الكلام التي تم السماع المستمع المستمع اللي استمعوا إليه طبعا إحنا كنا نتحدث عن المرأة ودورها في الكنيسة المرأة الحاضرة في الكنيسة المرأة الشريكة في داء وعملية الخلاص عندما نتحدث عن المرأة الأم اللي خلفت وأنجبت وربت وتعبت وتألمت إن كان الألم من الفقد الألم من المرض الألم من المعاناة من الفقر من التشرد من التهجير من الغربة من الاختراب هذا كله ألم تعرضت له أيضا مريم العضرة فنحنا نمشي ونسير دائما على خطى مريم العضرة في حياة العلمة منقول أخ يا وجعي منقول مريم العضرة توجعت أخ يا أنا بمهاجر مهجرة مريم العضرة تهجرت أيضا وخافت وأخذت طفلها هي ويوسف وهاجروا وتشردوا في البراري مشيا حتى وصلت لمصر وهناك مع نعرفش مش مسكور بالكتاب المقدسة كم سنة عادت في مصر بينما مات هيرودوس والطاغية ورجعت للناصرة وأيضا مريم العضرة ضاع ابنها فقدت ابنها في الهيكل في القدس لمدة ثلاثة أيام وهي متألمة من الفقد حتى لأته مريم العضرة تألمت عندما صلب يسوع المسيح تألمت عندما كان يروح ويعلم في البراري والتلاميذ وكانت دائما تخاف عليه لما بيرجع تخاف عليه من اليهود تخاف عليه من الفرسين لأنهم كانوا دائما بدوروا عليه بدهم ينتقصوا بدهم ي... دائما عندها خوف كان على يسوع المسيح لكنها مؤمنة بالرسالة التي جاء فيها السيد المسيح وليه رسالة الخلاص وكانت تحفظ كل شيء في قلبها مريم العضرة لما صعد يسوع إلى السماء هي اللمت الرسل وكانت دائما على تواصل معهم كانت الأم لإلهم عشان هيك كمان بيرقاد السيدة العضرة طلبت كل التلاميذ يكونوا حواليها واستجاب به طريقة عجابية زي ما بقول العجائبية لأنه لتموا والتأمل القديسين الرسل الأوائل لعند رقادها فعانت فعندما نعاني وعندما نتعرض لضغوطات المرأة تتشبه بالمريم العضرة لكي تلقي العزاء أن مريم العضرة لاقت هذا الألم وشعرت في هذا الألم فكوني امرأة ما تخجلي من كونك امرأة وأنت كرامتك محفوظة أنت اللي بتقدر تحافظي المرأة هي اللي تحافظ على كرامتها هي اللي بتعطي لنفسها قيمة ما تاخد القيمة من الغير إذا أنت عطيت قيمة لنفسك الغير بتطلع على هذه القيمة للمعطاية من نفسك أولا فأعطي نفسك القيمة وأعطي نفسك الكرامة أولا رح تجديها في عيون الآخرين لكن لما أنت بتحطي نفسك بصورة دونية وتتطلع على حالك أنك أنت أقل من الرجل أقل من الجميع هون الناس والرجل يتطلع عليك وينظر إليك أنك أنت أقل فكوني قوية كوني أنت امرأة مثل ما أرادها الله مثل ما خلق كمان على صورته ومثاله ترجمة نانسي قنقر